مساء الخير مونير عجم فيديو جديد صارنا كم يوم ما سجلنا كنا مشغولين شوية عم نجرب نخلص الكتاب ومشيناك قررت حسجل هالفيديو نحكي شفايا فيه عن الكتاب اما اكتر عن المتالجي اللي هو اساسه الكتاب سابقا تكلمنا بفيديوهات عن البومباك قايد وانه هالبومباك قايد كيفي لادارة المشاريع ولا لا ما في الزوم نرجع لقلون نشرح نفس الموضيع بس نحنا كان رأينا وهذا الرأي مبني على المسكور ببومباك قايد انه كدليل المعرفي هو غير كيفي لادارة المشاريع هو بيغطي العمليات ادارة المشاريع مثل تقدير الكلفي ولا الجوذي ولا حديد نظاق المشروع ولا الريسك وهالامور هاي بيحدد العمليات بس ما بيحدد كبروجيكت لايف سايكل اللي هي مثلا بداية الحياة المشروع من بدايته لنهايته اللي هي المنهجية وقلنا سابقا انه بطبع البومباك قايد هو مش منهجية مشان هيك نحنا لما كنا ندرب على البومباك قايد وندرب البي ام بي من سنين دايما كنا نلاحظ انه في شي نائس ودايما اللي حضور بدوراتنا بورشات العمل كانوا يحسوا انه اوكي انا عم بفهم هالموضيع بس مش عم بفهم كيف كيف بركبهم بين بعضهم يعني كأنه عندنا بازل بيكشر يعني صورة من البازل عم نشوف الشقف يعني قادرين نخيل الصورة بس ما ماعرف كيف نركبها ما بعضا وهون لقاينه انه طبع السبب لهالشي هو انه البومباك قايد باي ديزاين يعني انه هو الطريقة اللي كتب فيها ومصمم فيها انه مش منهجية وانه بيدعي انه بيدعي البومباك قايد بيدعي انه نحنا كشركات ومؤسسات لازم نطور منهجية تنقدر نستخدم فيها العمليات المسكورة بالبومباك قايد وهون اجا دور سوكاد ونحن بالالفين وسبعة عملنا هالشي وطورنا منهجية لسميناها الكستمايزة بالان ادابت بالميتيدالوجي فور مانجينج بروجك اما هي المنهجية قابلة للتعديل والتغيير والتكييف حسب نوع الشغل ونوع المشاريع اللي بدنا نشتغل عليها ومن وقت الالفين وسبعة لليوم عندنا كذا دورة نحن ورشيات عمل ندرب فيها على هالمنهجية هاي وكمان نشرنا حوالة تسعة اي بوكس كتب الالكترونية سبعة منهم عن المنهجية وانشرنا لحديث اليوم اربع كتب واليوم اختمنا الكتاب الخامس اللي هو الكتاب الاساسي والرئيسي اللي هو كمان بنفس الوقت عم بيغطي المنهجية بالتعديل التالت تطوير التالت يعني احنا بال2007 بلشنا بتطوير الاول بال2011 اما 2012 تقريبا نعملنا التطوير التالي وهلأ عم نشتغل على التطوير التالت اللي هو version 3 للcamp model اليوم هحكي عن الكامب اكتر ما هحكي عن الكتاب للcamp model اللي هو المتدالجي طبعا هنسميها الcamp لأن هي c-a-m-m-p الcamp model هو مسميها نحنا منهجية ثلاثية الابعاد ليش بنسميها ثلاثية الابعاد خلينا نبلش بالمعروف اللي هو البومباك قايد اللي كتار بيعرفوه البومباك قايد بيغطي عمليات ادارة المشاريع بس متما سكرنا سيبي أن البومباك قايد هو جزء من علم ادارة المشاريع ومش كافية لوحده بحاجة لمنهجية حتى العمليات الموجودة داخل البومباك قايد اللي هن بالإصدار الأخير الإصدار الخامس في 47 عمليات غير كافية يعني لو واحد بيقرأ البومباك قايد بيلاقي في كتير احيان كمان في عمليات موجودة بسكورة داخل الكتاب بس ما إلى اسم عملية محددة يعني مثلا إدارة تغيير يعني وضع خطة لإدارة التغيير على المشروع هي مسكورة ببومباك قايد بس ما إلى براسس محدد مثلا اختيار مدير المشروع هالشي مسكور ببومباك قايد بس ما له كمان عملية محددة عن كيفية اختيار مدير المشروع ومن هالنوع بناء على هالشي نحن طورنا بالبومباك قايد وغيرنا من البروسس جروب الموجودين حاليا حاليا البومباك قايد والإيسو 2021-1500 شبيه بالبومباك قايد اليوم فيهون خمس مجموعة عمليات 5 process groups نحن حوالناهون لستة صمنا لبلاننج لأصمين في عنا شي بنسميه اسمه management planning يعني الإدارة تخطيط للإدارة تخطيط لإدارة المشروع وعنا شي اسمه detail planning هو تخطيط الوضع الخطة التفصيلية للمشروع بالبومباك قايد وبالإيسو هذي مدمجين بخطة واحدة نحن براينا بالعكس لازم يكونوا جزئين منفصلين وهذا اللي عملنين احنا بتطويرنا للمنهجية كامب الجزء الثالث والكامب الزاكرين والكتاب يعني اليوم نحن عنا بعدما يكون عنا خمس مجموعة عمليات يعني 5 process groups عنا ستة اللي هني initiating processes أما نسميه نحن بعدما نسميه process group عم نسميه initiating process عنا management planning process detail planning process implementing process controlling process وclosing process وكل واحدة من هال من هال processes الستة فيها مجموعة processes من 4 و 5 إلى 15 المهم المجموع بيطلع ستة وسبعين براسس بس نحن ما بس غيرنا كمان بالprocess group غيرنا كمان بالfunction اللي هو نطاق العمل مثلا مثلا pumpback guide اليوم في عنا نقاط دليل المعرفي في عنا نقاط المعرفة اللي هني عشرة بالpumpback guide نحن عم نستخدم 12 12 function بالإدارة المشاريع وستة process groups بيعطونا ستة وسبعين عملية محددة وطبعا ممكن نزيد اليوم هلا هيدا بالتعديل نحن بنسميه هيدا second dimension of camp مش first هلا محكي عنه سو second dimension اللي هو العمليات اللي المركز نحن المرجع كان هو حيكون ISO 21500 وطورنا هون نحن مثل ما سكرت حاليا وهيدا الشي بيعطي لها second dimension ليه second dimension انا هيدا هيدا المجموعة العمليات هاي بتتطبق على كل مرحلة من مراحل المشروع يعني phase ولا مرحلة فرعية اللي هي stage حسب تعريفنا للمنهجيات نحن بالسوكات camp ما حكينا نشرين بالانجليزي بس بالعربي ما نشرنا بعد عن camp methodology اللي هي تقريبا هلا بحكي بالdimension الاول سو هادا dimension تاني حكينا اللي هو العمليات dimension الاول هو life cycle اللي هي حياة المشروع من البداية للنهاية اللي هي بتكون من ثلاث مراحل رئيسية منسميهم discovery phase development phase delivery phase يعني discovery اكيد هي مرحلة الاكتشاف يعني موضوع الاستكشاف مش اكتر الاكتشاف الاستكشاف الفكرة مراجعة الفكرة دراسة الفكرة دراسة دراسة الجذوة دراسة امكانية التنفيذ بنجاح الامور كلها من ضمن المرحلة الاساسية الاولى للمشروع اللي نسميه مرحلة الاستكشاف المرحلة التطوير development phase اللي هو كمان بتكون من عدة مراحل فرعية وهم التركيز عليه انو كيف ننطور فكرة نحضر حون لتنفيذ المشروع والمرحلة التالتة بنسميه مرحلة delivery delivery phase المرحلة الاساسية اللي هي بتكون من اربع مراحل الفرعية اللي هي مبقيا التنفيذ التحضير للتسليم التسليم وغلاق المشروع والعملية الاولية بعد تسلم المشروع سو هيدا منشن الاول اللي هو 30 phases 3 مراحل رئيسية وتسع مراحل فرعية من ضمن هالمراحل الاساسية هلأ نحن رأينا انو بيطبق المرحلة الـ Dimension الاول والثاني يعني Life Cycle Model والProcess Group Model بيؤدي لنتائج جيدة جدا بس مش كافية اذا بيهم الشركة توصل الانتياز والتمييز والرية لبإدارة المشاريع هون نحن بحاجة نطبق وهذا التغيير كان الاساسي من version ثاني تبع الـ Camp للversion الثالث اللي هو المواضيع Advanced Topic المتقدمة نوعيا اللي هي نعتبرها كlayer فينا نحط فوق الـ Dimension الأول وDimension الثاني حاليا بالمنهجية والكتاب ناب الكتاب نحط ندخل أربع مراجع أربع نقاط رئيسية ممكن يكون من جزء من الـ Dimension الثالث اللي هن Project Success كيف فيه تحديل معايير نجاح المشروع وقياس بناء المنهجية تركهاد 4 Dimension وProject Success كمان ندخل موضوع الـ Competence الكفاءة وهون مرجعنا هو IPMA متكلمين عن هالموضوع السابق كمان Sustainability الاستدامة بناء لمرجعية GPM Global كمؤسسة باختصة بإدارة المشريع والعمليات بالطريقة مستدامة والرابع هي Best Practices يعني هي الممارسات الأفضل حسب بالطبع ممكن تختلف من نوع عمل لنوع تاني بس مثلا بالمشاريع الإنشائية والهندسية في عنا المرجع الأساسي هو Construction Industry Institute اللي عندها 17 Best Practices اللي علاقة بالمشاريع بمختصر مفيد اليوم ركزنا بما أنه الكتاب اليوم بعثينه للنشر ركزنا على المنهجية سوكاد اللي هي المرجع الأساسي بالكتاب واللي هي بتضمن ثلاثة ديمانشن يعني سلاسية الأبعاد البعد الأول هو مدى حياة المشروع من بداية لنهاية الديمانشن الثاني هو العمليات اللي نحن طورناها عن ISO PIMBOK اللي بتتكرر بكل مرحلة رئيسية والفرعية والديمانشن الثالث البعد الثالث اللي هو بتضمن المواضيع المتقدمة نسبيا مثل الاستذامة والممارسات الأفضل والكفاءة ومعايير النجاح هون مختم هالفيديو بنقول شكرا إلى اللقاء